أفاق الحل للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل يبدو أنها تتجه نحو الأفضل فالعلاقة بين الطرفين تمر بمرحلة ذهبية حسب وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقة بين بغداد وأربيل أعتقد اليوم في عصرها الذهبي وبحسب مصادر مطلعة فإن بغداد بصدد طرح أفكار على الكرد لحل الخلافات ومنها الخلاف حول المناطق المتنازع عليها شريطة تحقيق وضع سياسي مستقر واستدامة لأجواء الثقة الموجودة حاليا أعتقد أن الكاظمي تربطه علاقات تاريخية قديمة بينه وبين الزعامات الكردية فضلا أن الزعامات الكردية هي نفسها ترتبط بعلاقات تاريخية مع الإسلام الشيء السياسي وأعتقد أن هذه المشاكل سيتم تذيبها عبر اجتماعات متكررة مع قيادات نائب قادر العميات المشتركة أعتقد أن الحل يلوح بالإفق وعاجل وبشأن التنسيق الأمني أكد الكاظمي أن بغداد تستعد لإرسال وبد رفيع المستوى إلى أربيل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر محملا بمخترحات للعمل على تحقيق الاستقرار الأمني في المناطق المتنازع عليها من جانبها جددت وزارة البيشمرقة في بيان لها تأكيدها على الحاجة لاتفاق شامل مع الجيش العراقي يمنع عناصر داعشة من تكرار هجماتهم في مناطق الفراغ ما بين متاريس قوات البيشمرقة والجيش موضوع الثغرات الموجودة في المناطق التي نسميها بالمناطق المتنازع عليها لم يتخذ في سبيل إيجاد حلول حاسمة وجدية لحلها ومنذ فترة طويلة ونحن نسمع بتشكيل اللجان في هذا المجال لغرض إيجاد تعاون مثمر بين القوات الحكومية وقوات البيشمرقة وبحسب خبراء الأمن فإن تكثيف عناصر تنظيم داعش لهجماتهم في الآوينة الأخيرة يكشف عن تكتيكات قتالية جديدة بدأ يتبعها عناصر التنظيم مكنتهم من اختراق جبهات جديدة لم يسبق أن تواجدوا فيها مستفيدين حسب رأي الخبراء من غياب التنسيق بين القطعات الأمنية الاتحادية من جهة وقوات البيشمرقة من جهة أخرى خاصة قرب الحدود الإدارية مع إقليم كردستان العراق يوسف الحسيني الحرة أربيل